الاستاذة سناء بتقول انها حاسة على طول انها الناس بتكرهها ما بتقدرش تتواصل مع الناس بصورة قوية وحتى اخوتها ما بتقدرش تفتح موضوعات هي ما بتحبش تتكلم كتير يعني التغافل المطلوب في مثل هذه الامور والانشغال بالخالق عن الخلق مش معنى كده ان انا ما يكون ليش اصحاب انا بس شايفة ان انا لازم يكون عندي ثقة بنفسك يعني انت لازم تكوني عندك ثقة قوية بنفسك وخلي بالك العلماء الكبار من خلال ما تعلموا من انوار الوحي كانوا يميلون الى الصمت وكانوا بيقلفوا كتب في الصمت وانه ده يعني فضيلة طيبة لانه بتحمي الانسان انه يقع في الكلام فيتكلم على حد فيغلط فيتعدى الحد المطلوب منه مش معنى كده انت طبعت قليلة الكلام ليه تجهدي نفسك بما هو اكتر من ذلك تشاركيهم تقعدي معاهم بس ما تجريش نفسك بالناس زيادة عن لزوم لازم الانسان يكله نشاطات هو ينتفع بها في حياته من قراءة القرآن من الرياضة يلعبها من صحبة خير اننا يكونوا دول اصحابه فسال الله جليسا صالحا اما لو انت حس انك محتاجة نوع من الدعم النفسي ان اتكلم مع حد فيقدر ينبهني الى ازاي ادارة الحوار مع الناس ان انا اتجنب فكرة انا فهما مضامين بصورة غلط فبضغط على نفسي ان انا لا ده انا مش عارفة اتعامل اصلا ومش عارفة اتواصل مع الناس يعني حسن السمت في الصمت ده كتاب اسمه حسن السمت في الصمت للامام الصيوطي انت معاك فضيلة كبيرة مش كل انخراط مع الناس وكل حديث مع الناس بيرجى بل يرجى ان يكثر الانسان من ذكر الله دي الحاجة اللي احنا مأمورين بيها واتعارف واتواد ويبقى المؤمن يألف ويألف ده بطبيعة الحال في طاعة ما انقطرش الكلام عمال على بطال انت طبيعتك كده تقدري تتفعلي بصور اخرى لو انا احتكت دعم نفسي في المسألة لا مانع ان انا ارجع لحد نفسي يعني الى المواطن اللي ممكن تنمي قدرات معينة في شخصيتي مش عن طريق العلاج دي عن طريق الحوار والجلسات بتعود تتكلمي مع المعالج النفسي بيعين حضرتك وياخد بأيديك قدر طاقته الى تنمية بعض المواهب اللي ربما تكون هي مهملة لكن انت احمد الله سبحانه وتعالى على خلقك على هذا الحال انك قليلة الكلام كثيرة الصمت نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة